كل خميس بتكون معنا مهندسة الديكور سارة مجدوب والحديث عن كثير من الأشياء المتعلقة بالديكور اليوم الحديث عن البركي الخشبي والبرسلان والفرق بناتهم أهلا سارة صباح الخير صباح الخير كيف حالك؟ الحمد لله انت كيف طبعا الحمد لله يعني شكرا على اختيار هذا الموضوع بتخيل الموضوع يعني مهم للناس اللي بدها تغير أرضيات فبنا نحكي ايش الفرق المباشر او شو سبب استخدام البركي نوعا ما او اول اشي وفي منه انواع مختلفة في خشب وبتوقع في خشب صناعي مزبوط هلا كتير ناس مثلا بيجوا بيسألوا ايش الفرق بين البركي الخشابي والبركي البورسلان البركي الخشابي هو مصنوع من الخشب ممكن يكون خشب طبيعي ممكن يكون خشب صناعي وممكن يكون خشب شبه طبيعي تمام اما البركي البورسلان هو بلاط هايثم بلاط بورسلان بس بيعطينا الشكل والثيم أو اللوك تبع الباركي طيب خلينا سارة نأخذهم هيك واحدة واحدة إذا بلشتنا نحكي عن الباركي الخشب العادي أو اللي هو الخشب الطبيعي شو دواعي الاستخدام يعني أول إشي يعني إنه الواحد لما يكون عنده مساحة بدي حط باركي خشب ليه بيختار باركي خشب؟ حلا شوف الخشب والبورسلان الثانين حلوين أنا يعني بحبهم الثانين بس كل واحد إله استخدامات يعني مثلا بالبيت نفسه ممكن أستخدم باركي بورسلان وممكن باركي خشب بس بغرف ما يكون فيها مثلا كتير يعني نحرك الأثاث يكون فيها ممكن ينكب مثلا سوائل يعني زي غرفة الجلوس غرفة الجلوس ما بفضل إنه نستخدم فيها الباركي الخشب لأنه أي شي ممكن يطبع عليه وهيثم الخشب الباركي صعب إنه يتنظف لأنه ما منقدر نشطفه ما منقدر نكب عليه ماء ما منقدر نستخدم مواد تنظيف وبالعادة بس بمسح مسح بتكنس بممكن سناع ما عشان ما يتخدش حتى وبعدين من نطفه بمثلا فوطة مبلولة ومعصورة طب مثلا إذا كان عفوا خشب طبيعي أو صناعي بطريقة التنظيف نفس الإشي نفس الإشي نفس الإشي أو فوطة مثلا عليها خل أما الباركي البورسلان فعادي منقدر إنه ينشطف منقدر إنه حتى صعب إنه يتخدش يعني حتى لو مثلا زحنا كراسي زحنا أثاث هيك بيضله زي ما هو الآن الباركي البورسلان هو يعني فعليا بلاط آه هو بس بلاط هو بلاط بس هو يعني لونه خشابي لونه خشابي شكله خشابي أوكي وفي عنا درجات كثيرة من الألوان من ألوان الباركي البورسلان نعم وفي عنا نقشات مختلفة حلو يعني بنشوف مثلا إنه فيه خشب أو باركي بورسلان يعطيني اللوك الخشابي الناعم وفي اللي فيه العقد اللي فيه العقد أكتر اللي هو إحنا بنسميه رستك أو ستايل ريفي مثلا فحسب إيش ستايل البيت بنقدر إنه إحنا نختار ونفس الإشي الباركي الخشابي كمان نعم هلأ مثلا مثل هاي الصورة اللي شايفينها هو فعليا الحمام بس الأرضية هاي باركي بورسلان هاي باركي بورسلان أوكي طبعا لأنه حمام فيه يوماي فيه يرطوبة فبفضل إنه نروح للبورسلان وشوف يعني هيثم كيف بيعطينا نفس الشكل يعني على الصور حتى صعب إنك تفر إذا كان بورسلان خشابي ولا سوري باركي خشابي أو باركي بورسلان طبعا هلأ ناس كيف تنقي يعني مثلا إذا أشخاص عندهم غرفة قاعدة حابينها تكون هيك كوزي دافية ما فيش عندهم أولاد صغار كتير في البيت ممكن تكون فيلا ممكن تكون قصر بتخيل بتجهوا للباركي بتجهوا للخشب أكتر بيتجهوا طبعا قلت لك أنا يعني منقدر نستخدمه بكل مكان بس أنا بفضل بغرفة الجلوس لأ نبعد عنه لأنه بيكون فيه كتير استخدام فمنروح للبورسلان غرف إنه مثلا بفضل عادي هذا الباركي والحلو في الموضوع إنه منقدر ندمج الباركي مثلا البورسلان مع يعني كتير أنواع بلات تاني يعني هون عم نشوف مثلا بهاي الصورة كيف إنه حمام مع رخام فيه بلات اترازه هذا كمان البلات اترازه هذا كتير طالع ترند وبلات عادي وعادي منقدر نستخدم الباركي يعني هو ما بيحكمني أو ما بيأثر علي إنه ما بقدر استخدم نوعيات بلات تانية تمام حلو ومنقدر نستخدمه بحمامات بمطابخ بالمكاتب بالشركات يعني كل مكان نقدر نستخدم الباركي حلو هلأ أي أغلى شوف هلأ هم أسعارهم يعني حسب الكواليتي تمام بس أسعارهم متقاربة يعني الباركي الخشابي أنا بهمني صراحة كمان إنه يكون كواليتي عالية وجودة ليه لأنه بيخرب بسرعة وهلأ بيحتاج هو بيحتاج كل فترة يعني كل كم من سنة بيحتاج صيانة مينتنانس بيحتاج اهتمام الباركي البورسلان أو السيراميك لأ يعني خلص انت حاطت بلات عادي حلو وبتروب طبعا عادي زي البلات حلو هلأ بجوز بشكل الورشة يعني مثلا فيه ناس بدهم يعملوا صيانة لبيتهم أو لقاعة معينة وما بدهم يفتحوا ورشة بلات فيها لاصق أو فيها سمنت أو فيها تكسير أو فيها استخدام صاروخ وهي الأشياء ممكن يتجوا للباركي لأنه هو تلزيق فعليا كتير أسهل مظبوط يعني بيروحوا للباركي لأنه عملي أكتر وخلص ممكن يتلزق يعني بيوم واحد طبعا بينحط تحته في اللين وبيتركب عادي الباركي أما مثل ما حكيتها إثم الباركي البورسلان لما بدوا يتبلط سواء في بلات أو ما فيه مهلا ممكن إحنا نلزقوا فوق بلات بس هاي ورشة فإذا ما بدهم ورشة بدهم يروحوا للباركي الخشابي تمام مثل هاي الأرضية هو فعليا بورسلان صح؟ بورسلان هات كمان خذرت أه من أشوف الروبة بتبين اللي هو هدول الحلول اللي بين الباب طبعا طبعا مظبوط طبعا فيه ألوان فيه الدرجات الرمادي فيه الألوان الفاتحة فيه الألوان الغامعة كثير فيه منه أشكال وكثير فيه منه ألوان وكل الدرجات تقريبا هلا أنا بحب أو بفضل نروح لألوان محايدة عرفت؟ يعني ألوان تلبى على إيش مغيرنا فرنتشار يصبط هون عم منشوف مثلا إنه مستخدمينه بمطعم وحتى مودرن ستايل ومستخدمين الأرضيات اللي هي فيها العقد الخشب بالرستك فهون إنه منقدر ندمج كمان ستايلين ما بعض يعني لأنه الألوان وهذا المودرن كثير سمبل فتحس هيك الأرضية ما أعطيها شكل ما بتحسي إنه الخشب بقيد يعني إنه أستخدم بلاط بورسلان يعني باركي بورسلان أو حتى باركي عادي عادي بقيد بالستايل إنه أنا المحوط خشب لازم إنه الستايل يضل نفس هذا الطابع لا هلأ شفنا مثلا كيف يعني عشان هيك أنا سألت إنه مطعم هو شكله عصري مودرن بس هو خشب فعليا لا بالعكس حلو ندمج هلأ يعني عم منروح لأشياء غريبة ودمج بين أكتر من ستايل وأكتر من ثيم ما بعض فما عم نتقيد يعني أو الباركي ما بقيد يعني ما بقيد بالستايل إنه أنا إذا بدي أعمل إشي مودرن أكتر بعد شوية دي أطور الشكل لأشي عصري أكتر ما بتقيد لأنه أنا الشكل عندي خشب فالخشب بالبقل هو أشياء بجوز بيسيك أكتر أو كلاسيك أكتر يعني لأ لأنه هلأ قلت لك عم ندمج أكتر من ستايل ما بعض ونفس الباركي فيه أكتر من ستايل الستايل اللي هو فيه عقد الخشب والرستيك مثلا عم نشوف حتى هون إذا شفنا هلأ بالعينات هاي مثلا شوف كيف هاي ثمت هاي العينة شوف كيف زي ستايلها قديم تمام بتحسها هيك زي كأنها مخدشة أو زي كأنها هي ستايل ريفي أوكي بتحس مثلا إنه هاي لأ عم مودرن أكتر جاي فنفس الباركي فيه أكتر من ستايل وشوف مثلا هون كيف إحنا هون قصينا لشرايح مثلا أوكي عشان برضو نعمل فيه مثلا هاد ممكن ينحط بالشور بهاي الطريقة أو ممكن يستخدم خارجي عند الجنب البركة بالحديقة منقدر نستخدمه وعادي بتروب وبيكون يعني بيزبط للأودور والإندور جميل جميل جدا تشكرك سارة شكرا كثير معلمات كثير هيك أنيقة فيعطيك ألف حافظة سكرا هيدا بتمنى لك عطلة نهاية أسبوع جميلة سكرا كثير تشكرا تشكرا